تشاكيل تشاكيل بها الإبداع قنديل يضيء الكون من فن تبوح به التفاصيل وألوان ورسام وإنشاد وأنغامي وألوان ورسام وإنشاد وأنغامي روايات وأشعار لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله وصبحكم الله بالنعيم والخير حياكم الله يا هلا والله ومسهلة حياكم الله إلى تشاكيل الجمال والبهاء والصفاء والأدب والقصة والرواية والشعر والقصيدة وما أجمل إنسان يعيش بين مثل ما قالوا أسياب هالأدب يعني بيت قصيد يؤثر ورسمة فنان تؤثر والحياة جميلة بجمال متابعتكم حياكم الله اليوم حديثنا حديث ماتع مع ضيفنا الحبيب إذا ذكر ضيفنا فيذكر معه مباشرة قليل له التفاؤل وهذا ما نجده في قلمه السيال في مرصة تويتر بحكم أننا جيل معاصر لا يكاد يخلو يوم من يومياته إلا ويطل فينا عليه بأبيات أو بيت أو بيتين أو ثلاث يمنحنا فيها التفاؤل يزرع الابتسامة ينشر فيها مبدأ الحياة الجميلة حياكم الله دكتور عبد الرحمن العشماوي وكفا الله يبارك فيك تسعدني بذلك الله يسعني أن مدحك يطول وثناؤك كبير ولكن يكفيني فخرا ويكفي جمعك ذلك أنك دكتور عبد الرحمن يجالس بيننا الآن الله يبارك فيك حياكم الله دكتور تسعدني ذلك جدا وأشكرك وأنت يعني محمد ترى سلسة الإلقاء سلسة المقابلة فتسعد من تقابله وكذلك أصحابنا في هذه الحلقة بريشته الجميلة أبو عبد العزيز أخونا فازع نزي هياك الله أبو عبد العزيز أهلا وسهلا حياك الله وحيا الله أضيفك الكريم أبو أسامة ودكتور عبد الرحمن وحيا الله المشاهدي الكرام أنا أعطيك بيت من الشعر لشعر من شعراء عصره وانت مثل ما قول أبحر في في رسمك في لوحاتك بريشتك تمام جميل وَلَا تَجْزَعِ مِنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِنَّهَا لَتَحْمِلُ فِي أَحْشَائِهَا نُطْفَةَ الْفَجْرِ أعيد عليك وَلَا تَجْزَعِ مِنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِنَّهَا لَتَحْمِلُ فِي أَحْشَائِهَا نُطْفَةَ الْفَجْرِ يلا ونسك الدرب هذا رسمة جميلة ترى ستكون رائح الله يبارك لك لعل هذا البيت من حرفك ودائما والله ما نسعد سواء كان في منصة تويتر أو بحكم أنه نلتقي نتقاط في بعض المنصات الواتساب في القروبات نظرة التفاؤل الأمل وقد يكون رغم الألم الناس تكتور بها من الهم بها من الغم الناس عندها مشاكل عندها هموم لا يوجد أحد يسلم منها بشر هذه طبيعة بشرية طبيعة على كدر اللمحة يطلها الدكتور من هذه الزاوية زاوية التفاؤل ماذا تعني له التفاؤل الله يبارك فيك يعني الحياة التفاؤل هو الحياة لا يمكن أن تكون الحياة ذات معنى جميل في حياة الإنسان إلا بالتفاؤل هذه لابد أن تكون قاعدة عند الجميع تفاؤل تسعد طيب أتفاؤل وعندي آلام تفاؤل وعندك آلام وعندي المواجع تفاؤل وعندك مواجع المتفائل الأول في العالم هو الإنسان الذي يرتبط بالله ارتباطا حقيقيا ولهذا أنا في إحدى دوراتي اسمها الطريق للاستقرار إنما قصدت قمة الاستقرار التي يوصل إليها التفاؤل أنت بحاجة في كل عصر وفي عصرنا هذا بالذات كما تعلم عصر معجون بعجينة الأحداث بعجينة المواقف المؤلمة بعجينة الحركة الدائبة التي لها سلبياتها ولها إيجابياتها لن تستطيع أن تتجاوز في هذا العصر إلا بالتفاؤل بالنسبة إلينا نحن المسلمين سمة التفاؤل سمة بارز عندنا بل هي جزء من الإيمان الله لا بد أن تعلم يقينا أنها جزء من الإيمان والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجات أبيض ناصع وأنت في بداية الحلقة بارك الله في قرأت بيتا من أبياتك ولا تجزعي من ظلمة الليل إنها لتحمل في أحشائها نطفة الفجر يعني الليل محتدم تأكد أن الجنين الذي اسمه الفجر يتكون في رحم هذا الليل وستراه بعد قليل يستهل أمامك نورا مضيئا هذه المعاني لا يمكن أن تستقر حياة الإنسان إلا بها وأنا أقول ارتبط بالله تتفائل ارتبط بالله تسعد ارتبط بقيمك ومبادئك طموحاتك حلق بأجناحة الطموح هذه أنا لي قصيدة أخاطف فيها الشباب والطلاب أجنحة الطموح عنوانها لابد أن تكون أن يكون لك جناحان قويان تحلق بهما في أفاق هذا الكون مهما كانت المشكلات والمصائف وأنا أذكر مرة أحد الأخوة التقيت به كان في العمرة من زمان وهو من خرجوا من سوريا بعد الأحداث فقد كل شيء طبعا فكان يقول لي كنت أقرأ قولك لظللت أؤمن أن أمتنا لها والله لو جرف المحيط فيقول يا دكتور أنا جرف بيت انتهى خرجت يعني كيف تقول لظللت أؤمن قلت ووجودك هنا يؤكد أن الإيمان بأن الله سينقذك وسيعظم أجرك في الآخرة قاعدة مهمة لتجاوز هذه الأحداث التي مرت بك وهذه حقيقة عند الناس جميعا يعني نحن كثير من الناس مثلا إنسان يعاني من فقر إنسان يعاني من حاجة إنسان يعاني من آلام إذا استسلم لها فقد ضاعف على نفسه الألم وضاعف على نفسه العب والحزن وإذا خرج منها انطلق منها بزورق التفاؤل فسيجد أن الحياة سعيدة مهما عانى فيها الإنسان إذا أخذت جانبا مهما وهو أن الابتلاء عظيم الأجر عند الله ولهذا ترى ورد في بعض الأحاديث أنه يوم القيامة يتمنى من لم يبتل في الدنيا لو ابتلي فيها لما يرى من أجر المبتلين أقول ختاما لهذه الفقرة ارتبط بالقرآن ارتبط بالسنة ارتبط بالمتفائل الأول في الحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام ستجد أن التفاؤل طوع بنانك طوع قلبك وهذه هي قمة السعادة في الحياة جميل دكتور وكأنك تقول أنه رغم الألم الحين نعم ونحن نتكلم بواقعية حتى يكون المشاهد الكريم في حاضر معنا بواقعية الآن الناس بها من الهموم والمشاكل والأحسان وأنتم تتكلموا على التفاؤل جمعة الخير ترى من لنا هذا الحديث ذا حديث الشاشات لكن ممكن يكون هو يعني يدعو الإنسان دعاء ربما يسجاب له في الدنيا وربما يكون له في الآخرة يؤخر له في الآخرة وكأنك تقول أنه التفاؤل هو أولى مراحل الصبر عندنا كنز الأذكار كنز عظيم جدا صحيح أذكار الصباح والمساء وهذه ترى ما هي يعني بعض الناس يظن أنه نوع من التزاهد من قال ذلك بل الحياة الحقيقية تعيشها بهذه العوامل التي تدفعك إلى أرقى مراتب التفاؤل صحيح فالتفاؤل بين أيدينا مهما كانت آلامنا ومهما كانت أرجعنا ودكتور واجبنا مثل ما ما تفضلت به مع هالشخص هذا يعني إذا الله أكرمك برؤية للحياة جميلة نعم وهذا واجب علينا جميعا إذا الله أكرمك وأكرمك أنت برؤية جميلة للحياة بانشراح بسعادة بتفاؤل يا أخي كن معول لصناعة السعادة كن أنت منجم مصنع اصنع السعادة الناس إفرح يعني الحين هذا لو جاء عن دكتور قال دكتور والله ما عندي لك حالة رح لشوف لك كان ممكن ودع الدنيا لكن كن واحد يفتح لك آفات يصبر يعني واحد من زمن قلت فترة قال أبو حسان الأسهم وقعت حطيت كل ما في جيبي فلوس ما عندي أعطيك ما في إلا إلي أعطيك شيء عن الصبر والتفاء والإنسان قد يبتلى والحمد لله ما هي في أبنائك ما هي في عرضك ما هي في أهلك المال يهون وكذا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا في ديننا ما هي في الدين كذلك بارك الله فيك هذا جانب مهم جدا للتفاؤل وأنا أقول للإخوة والأخوات جميعا كونوا متفائلين تجدوا الحياة مشرقة بين أيديكم هذه قاعدة مهمة جميل أنا أستاذكم في فاصل الدكتور وكذلك أخونا عبد العزيز فاصل ثم نعود متفائلين بإن شاء الله بقائكم قدام الشاشات آيات وأشعار لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل يا هلا والله مسألة حياك مرة بعد هالفاصل عدنا لكم من جديد إلى تشاكيل الأدب الجميل وحديث ماتع عن التفاؤل يكفي من التفاؤل اسم التفاؤل وكان خيرنا صلى الله عليه وسلم كي نعجبه الفعل يكفيك أن نرغه وسلم كان يعجبه يعني شيء أنت لو ورح قال لك والله ترى زوجتك يعجبها صح نفتش تفرح يعني شيء محبب فكيف إذا سمعت أنه خيرنا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الله أكبر طريق لك يشك يفتح لك آفاق أنك أنت تكون من محبي هذا الفعل دكتور العل أبيات كده دائما ترددها عن التفاؤل أصحبك حيما في لا شك كما تعلم كثير من القصائد عندي تصور قضايا صحيح لكن لا يمكن أن تخلو من تفاؤل يا الله لأنه هذا إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر ما يجوز أصلا لا يجوز لك أن تيأس شرعا وعرفا ولم تيأس ولهذا في خصيتي التي يقول فيها إذا وصلنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه أنت متصل بالله لا تحزن إن الله إن الله معنا ينتهى الموضوع تلا هذه قاعدة سهلة جدا وأنا وأنا أقول لأخوة وأخواتهم خلال جلوسي مع كثير من الشباب في الدورات واللقاءات سرعان ما تنتزع من نفسه الأسى بسرعة يحتاج إلى توجيه وأعود فأقول المنزل هو روضة التفاول لا بد أن ننتقل من المنزل هو المصنع هو المصنع لا شك في ذلك إذا فرقتك الشمس فانظر إلى البدر فإن له من نورها جذوة تسري وأمتع به عينيك في فحمة الدجا إلى أن ترى عينك بارقة الفجر دعي الليل يسري كيفما كان مظلما وأسرج قناديل اليقين مع الصبر فؤادك ينبوع الضياء ينبوع الضياء إذا خلى من النية السوداء والحقد والغدر فؤادك ينبوع الضياء إذا خلى من النية السوداء والحقد والغدر خطوب الليالي كالحات وإنما تضاء بأنوار الدعاء وبالصبر عندك أنوار عظيمة جدا ولهذا هنا في البشارة هذه لاحظ معي هذه الصورة قد يعيشها بعض الناس أنا مرة في في أيام الشباب وكما يخطر ببالك أو تعيش أحيانا لحظة حزن لا تدري لها معنى يعني قد لا تعرف سببها أو مصدرها أو مصدرها دائما أنا أدعو إلى الخلوة النفسية الله الخلوة النفسية إذا أصابك هم أو غم معين اجلس مع نفسك لوحدك لأن الإنسان إذا واجه نفسه كشفت نفسه نفسها له الله تنكشف لك ما عندك أحد ستجد أن سبب بهذا الهم والغم والحزن تافى أحيانا وأنت تعاني منه فلاحظ هنا لما أقول إذا رمى الليل بظلمائه فوق الرواب واعتزى بالرياح واغتال آمال القلوب التي تبحث عن نور يداوي الجراح وغيب البدر المنير الذي يسكب في الظلماء روح شراح وغرر الأنجمة حتى غدت أضواؤها مسكونة بالكساع وحاصر الأطيار في وكرها حتى جفاها أو جفته الصداع ومد رجليه على أرضنا وظل يستنزف صبر البطاح إذا رأيت الليل مستوحشاً يتيح للأحزان ما لا يتاح يعلق الجوزاء في كفه يخرق عينيها بأقسى الرماح يغلق أبواب الثري التي غنى بها الشعر الغناء المباح ويغلق يغلق أبواب الثرية يغلق أبواب الثرية التي غنى بها الشعر الغناء المباح إذا رأيت الليل في زهوه وقد تعالى فيه صوت النباح واستنسرت فيه البغاث التي يعجبها في الليل خفق الجناح وصار كهفاً مرعباً مظلماً فبشر الدنيا بنور الصباح رأيت هذه الصورة؟ ليل مؤتم ظلام طبعاً هو تصوير شعري يا الله لكن أبداً بكل سهولة لاحظ فبشر الدنيا بنور الصباح طلع الفجر انتهى الليل طلع الأمل طلع التفاؤل طلع إشراق الروح انتهت الآلم أشعر بها أشعر بها لكن عندي ما يداوي هذه الألم أن ألجأ إلى الله يا أخي الكريم أنا جربت مع كثير من الأخوة نصحتهم بالتالي بعضهم نعاني بعض الأنفس البشرية وقع الألم عليها شديد جداً الشخصية لها دور الشخصية لها دور فأنا بعض الأشخاص أقول له يا أخي طيب الليلة أرجوك اسمع كلامي سجد لله في جنح الليل أفرغ كل ما في رأسك في تلك السجدة أسألني والله أخي الكريم والكلام الجميع وهذا كلام مجرب والله يعود إلي ويقول انتهى الموضوع يا الله من يملك هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى يا الله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتفائلين هو الذي ربط بيننا وبين ربنا بتعاليمه كان يعجبه كما قلت الفألة الحسن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الأسماء كان يغيرها حزن سماه سهل الله هي نعم ودكتور أنت تشكو لمن هي نعم تشكو لله أتذكر موقف أم تذكر والسلام يعني عفوا أنا أقول وما أشكو لغير الله بثي الله إليه توجهي وبه اقتداري وبه اصطباري أأشكو للعباد وهم صغار وماذا أستفيد من الصغار هذه حقيقة هذه هي سر التفاعل الله تفاعل لأنك مع الله الله وانطلق في الحياة جميل دكتور ذكرت صورة صورة جميلة ولعلها تفتحنا آفاق كبيرة وتكون لنا يعني مثل ما قالوا معول ولا مصنع للتفاعل يعني أعظم مصيبة وصيبة بها المسلمون هي وفاة محمد صلى الله عليه وسلم نعم كما قال أنس أظر من في المدينة في الدنيا كل شيء أو في مدينة كل شيء في حالك الظلام ولا شك أنه يعني في ذلك اليوم وإن كان صباحا الدنيا أصبحت ظلام حتى في النهار نعم صحيح والمسلمون يتخبطون وعمر في الجهة يقول من قال محمد مات قطاة وقال بسي في هذا خاب الصحابة في وسطها الألم دكتور في وسطها الهم وهذا الغم الذي أصاب الأم الإسلامية يخرج أبو بكر الصديق ثم يصعد على عتبات من برين ثم يخطب في الناس وكأنه كالماء الذي يعني أصاب أصاب قلوبهم فارتوا قال من كان يعبد محمد فإن محمد قلمات هذه طبيعة البشر وهذا ما نرجو أن البشر أنت يعني طبعا تنفع للموقف تنفع للموقف فهم وما كذا لكن إن وحد يعلق بالله وإن الله حي لا يموت خوف مش بعد هذا هذا أبو بكر الصديق أحسنت في هذا الشاهد الجميل أبو بكر الصديق هو أحب أصحاب رسول الله إلى الله إلى رسول الله صلى الله إلى صلى الله وهو أكثر أصحاب رسول الله حبا لرسول الله ترى هو يحبهم أكثر الصحابة الله الموقف هذا الذي أشرت إليه محمد الموقف فعلا مهم جدا في التفاول يعني أنا لي دورة اسمها قوة الكلمة قوة الكلمة أبو بكر مثل في هذا الموضوع رضي الله عنه طبعا لما جاء وحصل ودخل وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كما قلت أيقا عنده يقينه ويقينه مربوط بالتفاول ومربوط بالإيمان وتربية محمدية وتربية محمدية لاحظه حتى وفق في الاستشهاد بالآية الله وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يصف الحدث ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا لن تقدم شيئا الشاهد أنا أريد فقط في ثواني لماذا استشهد أبو بكر بهذه الآية أولا هذه الآية إنا نزلت نزلت في أحد الله لما شاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قد قتل فانهزمت نفوسهم وفروا من المكان خلاص قتل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع نزلت الآية في ذلك الموقف تربية نعم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول فلما ثبتت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أبو بكر بقوة يقينه هذه الآية فعلم أنها هي التي ستطفأ لهب الأسى والحزن الذي سيطر على الصحابة فلما تلاها حتى ماذا يقول عمر قال فوالله ما هو إلا أن سمعتها حتى عقرت عقرت أيقنت أن محمد صلى الله عليه وسلم على كبرهم وعظمهم الله أكبر وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد عليه الصلاة والصلاة الحقيقة من الشجون والتفاؤل والأبو عبد العزيز الدكتور ما زالي يعني نحن ترى أي والله آهة العلم آهة العلم آهة العلم يعني الوقت عزف علينا التفاؤل أنت تلاحظ أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا لاحظ أن الآن مطارد من مكة ويلحق وحاطين جائزة قيمة للي يمسكه الله يقبض على الرسول صلى الله عليه وسلم صراقة لما جاء شوف الرسول الآن هارب موقفها يعني فقال له يا صراقة يعني وعدها بسواري كسرة طيب أنت هارب موقف وشوف التفاوز ما شاء الله لحظة ألم لك يفتح له فيها آمال ومتفائل متفائل لأنها بيعطي السواري كسرة صحي وفعلا أنها جاءت في عائد عمر وأخذت الصراقة وأيضا للرسول صلى الله عليه وسلم هو يحفرون الخندق الله كان كلما يضرب الحصار أنت والآن الحزاب فتحت كذا أيوة والأحزاب كلها محاصرينك الآن وأنت محاصر ما شاء الله وقعد وشوف الأمل والتفاوز كلما يكسر صخرة فتحت فارس التفاوز التفاوز له لنا معه في كل زاويات حدث جميلة وإذا كم الله بلا سقف خاصا فيه طيب عطنا الرشة الجميلة الصورة الأولى لنظرة بعض الناس نظرة شامية ونظرة فاولية هذا الشخص يقول الكوب هذا والله ما فيه إلا نص يقول نص فاضي ينظر نص فاضي نص العلوي هذا قاعد يقول لها يا أخي فيه نص مليان شوف هذا وين نظرت وهذا نظرت صحيح أيضا بالنسبة للليل والدجا واللي تكلمت أنت والفجر أضع شمعة يعني في ظلام الليل أضع شمعة خيرا من أن تلعن الظلام الله حسن حسنت هذه بالنسبة للبيت اللي أنت قلت واستعجنة سلمة لشتوك أبا عبدالعزيز الله يبارك كلام جميل رضي الله عنكم أرضاك الدكتور والله حديث شيء في الوقت هنا في الإيربيز هنا يعني في إيميرات شتكم أمور طيبة خلاص ما رأيش سامحونا دكتور سامحنا الله يبارك حديث معاقد وشجون وشيق ولكن انشرت عيدنا في لقاءة قادمة بإذن الله بإذن الله شكرا لك شكرا لك أبا عبدالعزيز الله يضع عليكم وأنتم كذلك خلف الشاشات كونوا متفائلين كونوا بلسما لأحبابكم لأبنائكم لأهليكم انشروا البسمة في ثنايا هذه الدنيا وغدا نلتقي في ديالي الخلد نبشر عنفسنا بتلك اللحظة الجميلة التي صبرنا فيها بعضنا ودناكم الله تشاكيل تشاكيل بها الإبداع قنديل يضيء الكون من فن تبوح به التفاصيل وألوان ورسام وإنشاد وأنغام وألوان ورسام وإنشاد وأنغام روايات وأشعار لها في الروح تبجيل لها في الروح تبجيل